السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة شهيوات إليان اليوم جبت لكم هذا التحليه الراقية بذوق الشوكولاتة جبزة بنينة تولم هذا الصيف ورح توجدوها في خمس دقائق يعني ما رح شديركم بزاف وقت إذن بلما نطول عليكم تبعوا معي الفيديو حتى الأخير باشتعرفوا على مقادير هذا الوصفة وطريقة تحذيرها إذن هنا في إينا قدرت 300 جرام بيسكوي مرحي كنت رحيتو هكذا رقيق زدت عليهم مغرفة كبيرة كاكا والبني نخلطهم ملح ونزيد عليهم 50 جرام زبدة ذائبة لازم تكون بردة نزيد نخلطهم ملح هكذا بهذا الطريقة لازم هذا البيسكوي يكون مش مخ كامل بلا مع قارين نزيد عليهم مغرفة كبيرة شوكولاتة تيني هنا ممكن تعبضوها بواطا كرام دا سير ذوق شوكولاتة نخلطهم ليحتم تحصل على خليطه يكون متجانس إذن هولك الخليط اللي تحصلت عليه يعني لازم هذا القطو يكون مشمخ لازم كينديرو فهدو الليمول لازم يكون شدروحه إذن هنا كما راكم تشوفو جبت الليمول تاستبع 20 ألف راح ندير فيهم حوالي زوج معارف كبارة البيسكوي بعد ما عمرتهم كامل لازم نسجمهم بهذا الطريقة نحاول ان نسويهم ما لازم جينا جهة طلعة وجهة عبطة إذن هنا كما شفتو عمرت كامل الليمول ديالي راح نوجد طبقة الأولى لان راح نديرهم في جهة راح نوجد طبقة ثانية هنا في كاسرونة درت زوج كيسان حليبي يكون بارد حجم الكاس هو 220 مليليليتر ونزيد عليهم 4 مغارف كبار سكر خشن بالنسبة لي ما يحبوش بزاف السكر ممكن ينقصوه نزيد عليهم زوج مغارف كبار كاكا والبني مع ثلث مغارف كبار مايزينا نيشا نخلط كامل هذه المكونات بارد فيه بارد حتى نحس ان هذا الخليط تخلط مليح يعني وللنا متجانس الآن راح نديره على نار تكون متوسطة حتويني ولي ثقيل ونلاحظ هذوك الفقاعة بدأوا يبانوا تمنطفيلوا إذن هايلك الكريمة ديالنا راهي وجدة معانا كيما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي لازم نتحصل عليه يعني لازم نتحصل على قوام يكون ثقيل الآن مباشرة وهو سخون راح نزيد نعمره لمولديالي راح ندير طبقة ثانية نعمرهم كامل هكذا بهذا الطريقة الآن راح نسجمهم راح نسوي الوجه ديالهم بهذا الشكل الآن كيما راكم تشوفوا بعد ما كملت كامل لليمولديالي وعمرتهم مليح جبت هنا مئة جرام شكورتة بالحليب كنت ذوبتها في حمام مائي وزدت عليها شوية حليب هنا لازم نديروا لها الحليب باش مجيكم شي بسا وكيما شفتوا عني درتها كطبقة ثالثة من فوق نكمل نعمرهم كامل ونزيد ندير لهم تزيين خفيف من فوق ونطلقوا بعد من وجهتهم صح نتقديم اذا هذا هو الشكل النهائي للتحليب ديالنا بعد ما زينتها كامل راكم تشوفوا ندرت لها خطوط من فوق وزيد زينتها بالتوت وهذه الكوريات ذهبية هاي ليك كيفاش خرجت جت بزف بزف شابة راقية يعني توالم هاد الصيف جي بردة جي بزف بزف بنينة اذا هاوليك القوة متاعها بعد ما بردت شوفوا كيفاش جت جت بزف هايلا اذا كانت هذه هي الوصفة عنه اليوم نتمنى تكون نالت اعجابكم اذا عجبتكم ما تنسوناش بالجام والاشتراك في القناة الان ما بقالي غير نقول لكم اتهلوا في راحكم والى وصفة اخرى قريب مع السلامة